الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله القسم الآخر لهو السفر فالمسافر يرخص له في الإفطار المسافر يرخص له في الإفطار بدليل الآية وبدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه لكن هل الأفضل أن يصوم أو يفطر هذه مسائل اختلف فيها الفقهة فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم الصائم ومنهم المفطر فلا يعيب هؤلاء على أولئك ولا أولئك على هؤلاء احتش وحد ما كيعيب عن الأخر علش لأنهم علموا أن الأمر استوى طرفه بحال 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 صام بحال فطر إلا إذا كانت هناك أحوال فيفضل حال على حال مثلا مرة صافر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وأصابهم جهد كبير يعني واحد المشقة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالفطر بل أبلغوا من ذلك أنه أخذ قدحا وشاربوا الناس ينظرون إليه هذا يبقى كيشربوا الناس كيشوفه من أجل أن يبين لهم أن الفطر أقوى لهم فبلغه أن بعض الناس صام فقال أولئك العصاه أولئك العصاه يعني هؤلاء عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم صاموا مع أنهم يرونه وهو يفطر لذلك العلماء استنتجوا أن الإنسان إذا كان يشق عليه الصيام فالأفضل أن يفطر في الصفر الأفضل أن يفطر في الصفر الحالة الأخرى إذا لم يشق عليه الصيام فبعض العلماء ذهب إلى أنه الأفضل له أن يصم يعني واحد الإنسان مصافر في حافلة مكيفة واللف طائرة فيها التكيف وباردة وما فيها التشيء إشكال والجو يعني مناسب فالأفضل له أن يصم لماذا؟ لأنه يسهل عليه الصيام مع الناس يعني الصيام في رمضان سهل لكن القضاء يعسر ولذلك تشوف الإنسان كيكون عليه يعني يوم ديال القضاء ولا يوم ديال القضاء وكيبقى يعقز عليهم دابا نرد دابا نرد كيجي في واحد مشقة في قضية القضاء فهذا لو أفطر فهذا لو أفطر جاز له الفطر لكن لو صام فالصيام أفضل بعض العلماء قال لا هذا ولا هذا ولكن أفضلهما أيسرهما أفضلهما أيسرهما يعني في ملقى الإنسان ليسر فعليه أن يعمل أن يعمل به فعليه أن يعمل به وطبعا الإمام أحمد رحمه الله كان يذهب إلى أفضلية الفطر لماذا؟ لأنه من باب الأخذ بالرخص ورخص الله سبحانه وتعالى ينبغي للمسلمين يقبلها فالإنسان لا ترخص فهذا أولى عند الإمام أحمد فالشيء ذات مسائل فرعية والذي يهمون أن المسافر عنده رخصة في الإفطار فإن أفطر فلا حرج عليه وإن صامى فلا حرج عليه لكن إن أفطر فيجب عليه أن يقضي مكان تلك الأيام التي أفطرها أيام أخرى بعد خروج رمضان بعد خروج رمضان والحمد لله ربي العالمين